السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نبدأ الآن بالأخبار الجيدة عدد الحالات الجديدة المسجلة في ألمانيا 17,553 ولكن الانسيدنسال تراجعت مرة أخرى إلى تحت المائة إلى 98.1 وهو يعتبر تطور إيجابي وهو أقر رقم تم تسجيله منذ ثلاثة أشهر تقريبا والآن ننتقل لموضوع تلوث مياه الشرب في مدينة آخن الألمانية بعض المعلومات وبعض الأسئلة من حيث المبدأ لم يتغير الوضع إذن التحذير لا يزال قائم بعدم شرب هذه المياه أو استخدامها للطبخ إلا بعد أن يتم غليها لمدة ثلاثة دقائق على الأقل ولكن يمكن الاستحمام بهذه المياه الآهن طبعا عدد سكان مدينة آخن 250 ألف نسمة تقريبا وهذا التحذير هو فقط في مدينة آخن بعض الناس عبتسألني إذا كان يشمل هذا الشيء بعض القرى أو المناطق التابعة لآخن الحديث في الحقيقة لحد الآن هي عن مدينة آخن لا يوجد تغيير على هذا التحذير ويتم البحث الآن عن مصدر هذه البكتيريا كيف وصلت يعني الكولاي بكتيريا إلى هذه المياه نظرة سريعة كيف المياه الشرب تصل لعنا طبعا مياه الصرف الصحي تذهب إلى محطات تنقية ومعالجة تعالج هذه المياه وبعدها يتم طرح هذه المياه مثلا في الأنهار من خلال هذه الأنهار يعني يمكن أن هذه المياه تصل إلى أيضا المياه الجوفية طبعا والمياه الجوفية بعد يتم استخراجها مرة أخرى ويتم تنقية هذه المياه وتحويلها إلى مياه شرب تصل إلى بيوتنا فهي يتم البحث الآن في إحدى هذه المحطات أين يمكن أن تكون هذه البكتيريا قد وصلت يعني إلى المياه طبعا البحث يلا زال مستمر ولكن التحذير لا يزال قائم يعني لسكان مدينة آخن شرب المياه إما غليها أو شرب يعني مياه النشرية طبعا بالقارورات يعني فهي يمكن شربها والآن ننتقل إلى خبر جيد مرة أخرى وزيرة العائلة الألمانية فخانسيسكا جيفي عن حزب الاسبيدي في تصريح لها في البونستاك يعني في المجلس النيابي الألماني الاتحادي ألمحت مرة أخرى لموضوع الكندا بونس نعرف العام الماضي يعني نهاية العام الماضي وصل الكندا بونس للعديد من العائلات في ألمانيا 300 يورو لكل ولد في وقتها تم تحويلهم 200 يورو بـ 100 يورو على شهرين وهي التجربة كانت تجربة ناجحة حسب وصف الوزيرة العائلة الآن لهذا الموضوع وألمحت أنه سيكون هناك تطورات في الأيام القادمة أيضا حول هذا الموضوع على ما يبدو يتم التحضير مرة أخرى بشكل أو بآخر ربما إلى كيندا بونس جديد لعام 2021 علما أنه وزراء حزب الاسبيدي طبعا الشريك الحاكم مع حزب الاسبيدي معروف عنه حزب الاسبيدي أنه هو يدعم العائلة فعلى ما يبدو الآن يعني يوجد تطورات بهذا الاتجاه إذا كانت في الأيام القادمة رح تتحقق أو رح يعني يكون في معلومات ملموسة ورسمية طبعا أكيد بوافيكم بهاي الأنباء ولكن هناك اتجاه في الحقيقة ربما إلى كيندا بونس جديد للعائلات أيضا يتم التحضير الآن في ألمانيا إلى إمف كبفل يعني قمة للتطعيم بسبب الأوضاع الرهنة عم نشوف يعني فيه نقص في ورود أنواع اللقاحات المختلفة أيضا فالآن عم يتم التخطيط إلى قمة يتم فيها مناقشة هذه الأمور ووضع خطة شاملة على مستوى ألمانيا عضاء حزب الاسبيدي في الحكومة عم يطالبوا بذلك وعلى ما يبدو أن المستشار الألماني نفسه أنجيلا مياكل ووزير الصحة يانشبان أيضا مع هذا القرار يمكن أن يتم الاجتماع أيضا مع رؤساء وزراء المقاطعات أيضا وضمهم وبعض الخبراء من أو ممثلين عن شركات الأدوية ربما المصنعة لهذه اللقاحات أيضا ولذلك السبب هو أيضا البارحة كان في مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وشركة أستغازينيكا لأنه ما رح يدروا يوردوا الكميات المطلوبة أو الكافية فانتهى هذا الاجتماع أيضا بفشله ولم يتم الاتفاق على تحسين توريد هذا اللقاح أيضا إلى أوروبا وبناء عليه وزير الصحة الألمانية يانشبان أعلن أن الأسابيع العشرة القادمة ستكون صعبة فيما يتعلق بهذا اللقاح أيضا والسبب هو شح ورود هذا اللقاح أيضا من الشركات المختلفة سواء من بايونتك فايزر أو حتى الآن من أستغازينيكا فالواضح أنه في مشكلة ويجب التعامل مع هذا الوضع الجديد يعني لمدة عشرة أسابيع دول تقريبا شهرين ونصف وهذا يعني بشكل أو بآخر تلميح هو أيضا إلى أن الإجراءات المشددة المفروضة حاليا قد تستمر الموضوع المهم الآن أيضا أنه المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل تم التسريب عنها عدة مرات أنها مع تشديد الإجراءات أيضا ولكن المشكلة القائمة الآن هو أو الأشياء اللي عبت تحد الآن من هالإحتمالات هو موضوع تراجع الإنسيدنسال شفنا اليوم نزلنا تحت المية ورؤساء وزراء المقاطعات معظمهم عادة هو ضد الإجراءات المشددة لذلك كلما يصبح الموضوع أصعب على المستشارة ماكل في فرض إجراءات أكثر تشددا لأنه هدفها هي طبعا مثل ما أكدت أكثر من مرة الوقاية بينما رؤساء وزراء المقاطعات معظمهم هن مع عودة الحياة الطبيعية بشكل أسرع الإجراءات المشددة اللي عبيتم الحديث عنه على سبيل المثال منع السفر للعديد من الدول باتجاه ألمانيا وزير الداخلية الألمانية هوزي هو فأكد على هذا الشيء الآن ولكنه أكد أيضا على أن الرغبة كانت بالأصل هو إيجاد حل أوروبي مشترك ولكن على ما يبدو أن النظرة الألمانية حسب قوله مختلفة عن النظرة الأوروبية للموضوع ولذلك من المتوقع أن تخطو ألمانيا في هذه الحالة خطوات خاصة بها إذا لم يتم الاتفاق على ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي ما هي الدول المقصودة في هذه الحالة؟ هي في الحقيقة بريطانيا أيضا والبرازيل وجنوب إفريقيا وربما البرتغال إذا من هالأربع دول بسبب انتشار الطفرات الجديدة فيها سيكون ربما هناك في الساعات أو الأيام القادمة أيضا قرار بمنى الدخول المواطني هذه الدول إلى ألمانيا أو حتى السفر من هذه الدول باتجاه ألمانيا بشكل كامل أما بالنسبة للمدارس ففي مقاطعة بعد نفوتنبيعك تحدث في الفيديوهات السابقة أن رئيس وزراءة خاتشمان كان عنده رغبة بإعادة افتتاح المدارس ورياض الأطفال أيضا ابتداء من بداية الشهر وأن هذا القرار سيتم اتخاذه في الأيام القادمة الآن حدث شيء أخرت هذا القرار بشكل كبير وأثر عليه أيضا وهو انتشار الطفرة الجديدة أيضا في روضة للأطفال 20 شخص الآن ثبت أنهم مصابون بهذا الوباء وشخصين منهم طفلين أيضا حتى بإحدى الطفرات الجديدة وظهور هذا الشيء في الروضة مرة أخرى طبعا أجا كدليل دامغ ضد رغبته في إعادة افتتاح المدارس ورياض الأطفال وبالتالي اضطر الآن ومقاطعة بعد نفوتنبيعك اضطرت تتأجل هذا القرار بإعادة افتتاح المدارس ورياض الأطفال أيضا مقاطعة أخرى تأثرت بهذا القرار هي مقاطعة غينلاند فالس التي تحد أيضا مقاطعة بعد نفوتنبيعك بسبب انتشار الآن هذا الوباء والطفرات الجديدة في روضة للأطفال أيضا أجلوا موضوع إعادة افتتاح المدارس على شكل الفيكس اللي انتغشت والإبقاء عليه على شكل فان انتغشت التدريس عن بعد من خلال البيت الأطفال بيظلوا في بيوتن فإذا هذا الموضوع أيضا الآن أثر على قرارات مجموعة من المغاطعات في ألمانيا وننتقل الآن إلى صدور حكم مهم جدا حكم مشدد بالمؤبد مع تجديد الحكم أيضا على الشخص اللي أنهى حياة الشخص السياسي الشهير المعروف اللي كان في كاسل اللي هو فالتا لوبكي الشخص الشهير بسبب موقف والداعم للأجانب وقرار عام 2015 نحن منعرف بفتح الحدود وإدخال العديد من اللاجئين إلى ألمانيا طبعا هذا الشخص خلفيته يعني عبي تم الحديث أنه يميني متشدد أيضا وتم يعني الآن إطلاق الحكم عليه بالمؤبد يعني مع تجديد الحكم تجديد الحكم مقصود فيه في هذه الحالة أنه بعد 15 سنة حتى مع حسن السيرة أو السلوك سيكون من الصعب عليه الخروج من السجن وبالتاني من المتوقع يعني أن يقضي فعلا عقوبة المؤبد بشكل كامل الآن حتى نهاية حياته في ألمانيا هذه كانت نظرة سريعة وعامة وشاملة قدر الإمكان عن أهم الأشياء في ألمانيا أتمنى أن أكون نفتكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته